تحذيرات أممية تقابلها تهديدات أمريكية وعلى هذا السياق تترقب المنطقة تصعيدا جديدا يبدو أنه سيجر العراق إلى منحدر خطير يحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش من إمكانية اندلاع حرب يصعب إيقافها في الشرق الأوسط وذلك بعد الهجمات في لبنان وإيران والعراق وتترقب دول المنطقة هجمات متبادلة بين طهران وتل أبيب على خلفية موجة اغتيالات شنتها الأخيرة ضد قادة مؤثرين داخل ما يعرف بمحور المقاومة وهو مشكل إحراجات واسعة لإيران ومع هذه التحذيرات الأممية تهدد واشنطن بتكثيف ضرباتها ضد الفصائل وحتى الآن حشدت القوات الأمريكية 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط بعد أحداث العراق ولبنان وإيران وتخشى الإدارة الأمريكية من رد إيراني على عملية الاغتيال الأخيرة قد يشمل دولا في المنطقة تعتبرها واشنطن حليفة لها في إشارة إلى دول الخليج وموانئ تصدير النفط بالمقابل تتجه الفصائل المسلحة إلى الرد على القصف الأمريكي الذي طال مقرات للحجر الشعبي في جرف الصخر وذلك من خلال استخدام الطيران المسير لضرب قاعدة عين الأسد أو استهداف محيط السفارة الأمريكية في بغداد وفقا لمصادر تحدثت لواني نيوز وبحسب المصادر فإن الفصائل اتخذت إجراءات جديدة لحماية القادة من عمليات الاستهداف والتي من المتوقع أن تطالهم في العراق ولذلك لجأ غالبيتهم إلى مغادرة البلاد بشكل عاجل وليس لدى الفصائل المسلحة القدرة العسكرية للدخول بحرب مباشرة مع الولايات المتحدة وهو ما يدفعها إلى العمل على استهداف تلك الأهداف بشكل محدود وذلك عبر الطيران المسير